وبقض النظر عن قضية تعميم التخفيض هذا حتى في حالة على سبيل المثال الوقت الإضافي له اعتماد مالي محدد في منزانية كل وزارة أو جهة حكومية فعند استنفاذ هذا الرقم على سبيل المثال أيضا لا يتم التعويض بمبلغ نقدي ولكن يتم التعويض بيوم راحة أو يوم في الإجازة السنوية تساءل بعض الأخوان عن السند القانوني لهذا الإجراء السند واضح جدا في المادة 27 من ساعات العمل الإضافي البند الأول الذي يقول وفقا لما يحدده الجهاز فتكلم عن الساعات الإضافية التي يكلف بها من الجهة الحكومية المختصة في غير وات العمل النصفية وفقا لما يحدده الجهاز أو الديوان سابقا فكان فعلا إلى حد شهر أقسطس 2022 كان يتم صرف المبلغ النقدي وليس التعويض بأيام إجازة أو أيام تضاف إلى الإجازة السنوية ولكن بسبب كما قلت الهدف اللي نسموله جميعا والوضع المالي الاستثنائي تم اللجوء إلى هذا الأمر بالنسبة لهذا التعميم التعميم هذا لا يشمل الجميع جميع الموظفين ولكن هناك استثناء منهم بحسب ما تبضلوا لأخوة الأخوات طبيعة أعمالهم تستلزم هذا الأمر فنعم تم اللي يبقى عليهم قبل التعميم كان 5517 موظف حكومي يستفيد من العمل الإضافي بعد التعميم أصبح الرقم 2420 كما قلت فقط الوظائف التي تستلزم وتستدعي هذا الإجراء لاحظت أن هناك خلط ما بين نظام النوبات ونظام لما تكلمنا عن قضية العمل الإضافي لبعض من الأخوان تكلموا عن نظام النوبات نظام النوبات نظام منفصل لا علاقة له بالعمل الإضافي العمل الإضافي ينطبق على ساعات العمل الاعتيادي العمل الاعتيادي وهو 36 ساعة في الأسبوع في حين نظام النوبات في ذات النظام نفسه يستلزم العمل 40 ساعة في الأسبوع واستدعى ذلك أن يكون هناك جدول رواتب منفصل أو مختلف عن كل الحالتين